بس لازم يبقى عارفين سببه اللون الأحمر مثلا زي ما قلتلكم وكن يكون بسبب البنجر وزي ما قلتلكم البنجر ده من الحاجات المفيدة جدا 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 لأنه غني جدا بالحديد من أكتر المصادر الغنية بالحديد هو عيبه الوحيد بس الأممات بتكرهه عشان بيبقع يعني البقعة بتاعته صعبة زي الرمان كده وزي التركدية وزي الحاجات دي كلها بس البنجر مليان حديد خلاص بس مش معنى كده برضو أن احنا نفرط في تقديمه للطفل أو أن نديه للطفل بدون حساب لكن البنجر المسلوق والمهروز ده عظيم جدا يعني فخلوا بالكم أن البنجر بيغير لون البول بيخليه محمر ممكن كمان زي ما قلتلكم في بداية كلامي ممكن يكون تغير لون البول إلى الإحمرار بسبب بعض الأدوية ولكن برضو ممكن يكون تغير لون البول إلى اللون الأحمر لأسباب مرضية زي إيه الأسباب المرضية بقى حالات خطيرة شوي لا قدر الله يعني زي حالات تفتيت كرات الدم الحمرة هتقولولي كرات الدم الحمرة اللي بتاعت الدم أقولوك أه يحصل الله تفتيت يحصل الله تفتيت كده بتحلل إيه ده بس دي حاجة يعني ندرة أقولوك ألا مش ندرة ولا حاجة أشهر عارفين أشهر مرض يعمل حكاية دي إيه أنيميا الفول أو أنيميا البقوليات اللي بيعبر عنها بشكل شعبي أنيميا الفول الأطفال اللي عندهم أنيميا الفول لو كانوا يعني الفول أو كانوا أنواع معانا من البقوليات يحصل لهم الحكاية دي خلوا بالكم الموضوع ده شكرا